مع نشر النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية وخلال الفترة القانونية لتقديم الاعتراضات دفعت الأحزاب المعترضة جماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات بغداد والبصرة ونينوى شهدت احتجاجات المئات من المتظاهرين مع قطعا للطرق وحرق لإطارات السيارات فيما اتهمت ما تعرف بالمقاومة العراقية حكومة الكاظمي بالتعاون مع عياد أجنبية بتزوير الانتخابات القوات العراقية وأجهزة الأمن حاولت التصدي للمحتجين ومنعهم من الخروج وعززت من انتشارها الأمني خاصة في العاصمة بغداد وكانت المفوضية العامة للانتخابات أعلنت أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية سجلت أدنى نسبة في تاريخ الانتخابات منذ عام 2003 وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على الرفض الشعبي للطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ 18 عاما والتي تحاصرها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة